غياب زديد المغرب يحكى لكأس إفريقيا قال من 17 سنة اللي بشتوقان في الجزائر في السيف رايك في الكلايم اللي قاله حفيظ دراجي أنه الكاف تفتح البيبة من المنتخبات لتغيب وعدم المشاركة في المسابقات القارية من خلال عدم معاقبة المغرب اللي هذي حفيظ دراجي نالكي من المطلع في التنسيون مرة يفت كيف كيف شبد على جمهور التراجي ومبعدي يعم في شونتاج معهم ويتكلم في الحاجات الخائبة كيف كيف توا توفيت اللي حكاية وقال ما عنديش مشكل مع تراجي قال أمين للنادي الأفريقي ومعنديش مشكل مع تراجي هو معلق وفي قناة كبيرة وكل شي هدي الأمور وهدي النفوس خد تحبوا المنتخبش نعنا مغرب عربي تحبوا نحنا كنا أخوة وتعداد تصير مالأتندو والناس كل تتعارك وخليوا لجوية صافية هو مشكلة اللي يحب يعمل شونتاج كم كالي سيال كوب دافريك في المغرب وسهي ما هو يضرب على البلاده كل التقارير تشيري لأنه المغرب استفوز بالتنظيم كان مقرر أنه يكون بعض غدوة في كيغالي لكن مرض ملك المغرب وعدم تنقله خاطر سيتم تكريمه وكامشيخه جائزة من الكاف لكن المرض يمنعه من التنقضه منتظر أنه لا يتمل علينا تحبه لما تحبه شاميه الناس كل في العالم الأجمعي يعرف اللي توا أكثر من بلاد حاضرة مش تحت ظن الكوب دافريكي وديميل فانسانك هي المغرب فيه سياحة متاعها أحسن من سياحة بتاعت زير ولحقيقة يخدموا في خدمة كبيرة